اشتركوا في القناة رحمه الله تعالى ما لن يجي باب من سب الدهر فقد آذى الله وقال الله تعالى وقال ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر فالصحيح عن أبي هورية رضي الله عنه قال الله تعالى يؤذين ابن آدم سب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر كانت العرب في الجاهلية في الجاهلية إذا أصابتهم شدة أو بلاء أو نكبة جعلوا يسبون الدهر ويقولون يا خيبة الدهر وكذلك في هذه الأزمة المتأخرة ننتمارينا مقنا أكونا للتافي وانا باب وانا متانسكي زاجا لوكتي يتي باب وانسب الدهر فقد آذى الله وانا زاجي لوكتي تو ياب أتروا الله سبحانه وتعالى كما يزاجي الله سبحانه وتعالى تعالى الله ما يقولون وانا ما يقولون يسب الدهر وانا الدهر يسب الدهر وانا الدهر يتي هنا زاجي زامني يتي هنا لوكتي كذا كوي زاجي لوكتي يتي كمانين لوكتي يتي أقلب المعنى يتي أقلب ليلة والنهر با عقيلة وتعرين تأمر محذر وجود سيوقو ماي ألا ناعوذ بالله وانا نغي تجاهلي السوفي وانا سكنيسس ابن عربي يتي هنا يعني ألا وانا دي كي جويا وا ايكي رايوا ايكي كشيوا فيني تم زامن عن نفي يتي هنا وانا الدهر يقلب الليلة والنهار يفى السرعة وفي رواية الله سبح الدهر فإن الله هو الدهر كما ألا سبحانه وتعالى يعني أن تفثيرا ديزي كانت العرب لا رباء جاهلية إذا أصابتهم شدة أو بلاء أو نكبة جعلوا يسبون الدهر ويقولون يا خيبة الدهري ويقولون يا خيبة الدهري ونزمني بكيدا كذا كذا وكذلك في هذه الأزمة المتأخرة أنا ينهك ونجاهل المتأخرة وجد من الجهال والفسقة من جاهلية يقولون التي تسمعون الدين ويقولون الإنسان وهذا ناشع من ضعف الدين والحمق سبب أن ينشع باب أهلا الديني عندما ينشع باب أهلا الديني لأنه لبنكم يصبح الأحمق ويدنا من ضعف الدين والحمق والجهل العظيم كما كان المتأخرة فإن الدهر ليس لديه من الأمري شيء سبحان الله والتدبير والتصريف فيه لله العزيز الحكيم لا حول لي ولا قوة إلا بالله والتدبير والتصريف فيه لله العزيز الحكيم فسب الدهر محرم لأنه لأنه مسبة لله وأذية له سبحانه وتعالى لقوله يؤذن من آدم يسب الدهر وأنا الدهر فسب الدهر بين أمرين بين الأمرين إما مسبة الله أو الشرك يعني المقلب شيء سبحانه وتعالى يعني المقلب شيء سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أو الشرك إما إذا جاء لكم يا شرك دمه أو الشرك به فإن أعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو يسب من فعله فقد سبحانه وتعالى 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 كما بيّن ذلك العلماء يعني صفة شيء يعني الله عز و جل يعني الله عز و جل يعني سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى فهو نقص في العقل وفيه تزداد المصائب ويقلق باب الصبر فهو نقص في العقل نقص في العقل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطل ملابس إلا في كتاب مبين ونياء سكوي وهذا منافل للتوحيد أما المؤمن فإنه يعلم أن التصاريف والأقدار واقعة بقضاء الله وقدره وحكمته فلا يتعرض لعيب ما لم يعبه الله يعني بذيكي بونا أبن بيبكو يتند الله يدى هاكاني الحمد لله ألا يسوهك ما لم يعبه الله ورسوله بل يرضى بتدبير الله كأغني مسلمي يرضى يا يددو أبن دا ألا يدبراك إنك ألا يساك أني يسوهك وإلا الله إن كان يمؤبني فهك كأغني مبند ونمقن ذاك شاوية كسلمة لأمر الله لما كسلم مسلم يعني المسلم لأمر الله عز وجل شين سنوه مسلم بل يرضى بتدبير الله ويسلم لأمره وبذلك يتم توحيده وطمأنينته كأغني هيت نزو أساميك كما كان هذا لا هذا كسلم يصيبنا إلا ما كدب أن ألا يشاء ونملكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة وقالوا إنا لله كأغني وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أكو شين أندو عمرين شين أمن الحملاني والعلاوة يعني دوء الهرينين أكو ذاك سامو انكها أقولي شين ونن بابا ياجكا توقم هي ألا يا سلام إن شاء الله جزاكم الله خير والله أعلم وسل الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمالي شكرا للمشاهدة